أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس مصور من دروس الاستماع للصف التاسع ضمن برنامج التعلم عن بعد عنوان الدرس الفيل يا ملك الزمان أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يحدد الموضوعات المطروحة في النص المسموع يحدد الأساليب والوسائل التي يتبعها المتحدث للتأثير في المتلقي يقيم أداء المتحدث من حيث الأسلوب واللغة بداية عزيز الطالب لنتذكر المهارات المطلوبة في نص الاستماع أولا تذكر قراءة الأسئلة وتحديد الكلمات المفتاحية فيها تذكر ثانيا تحديد الفكرة الرئيسة للنص المسموع من خلال التركيز أثناء الاستماع تذكر أيضا التركيز على الأساليب والوسائل التي يتبعها المتحدث للتأثير في المتلقي وتوضيح الفكرة مثل المجاز الألفاظ الموحية المؤثرات الصوتية تنويع نبرات الصوت التكرار لنأخذ مثالا وبمجرد أن يرى الأرض ممهدة تماما في المملكة سوف يأتي بالقمر توّى وفي الحال فلما إذن مشقة السفر والترحال ما الوسيلة التي استخدمها للتأثير في المتلقي يا بني أحسنت لاحظ العلاقة بين كلمتي الحال والترحال ما العلاقة بينهما أحسنت إنه مؤثر صوتي بوريكت إنه جناس ناقص ويمكن أن يكون سجعة إذن استخدم المؤثرات الصوتية لجذب انتباه القارئ للمعنى تذكر أيضا تقييم أداء المتحدث من حيث مناسبة الأسلوب واللغة تابع المثال الملك هذا أمرا غريب لما يذهب كل هؤلاء ماذا جرى للناس أين الحراس والجند اطلبهم كي يتتبع الفارين لاحظ عزيز الطالب كيف استخدم اللغة المناسبة حيث صورت انفصال الملك عن شعبه وجهله بأحوالهم وما حدث في مملكته وكذلك أيضا استخدم الأسلوب فاستخدم أسلوب الاستفهام ليدل على عدم معرفته بحال شعبه وتعجبه من الواقع عزيز الطالب نص الاستماع مختبس من مسرحية الفيل يا ملك الزمان للكاتب المسرحي سعد الله والنوس وقبل أن تستمع له أجب عن السؤال الآتي من خلال الصورة توقع الشخصيات التي ستظهر في المسرحية أحسنت يا بني الشخصية الأولى الملك بوريت الشخصية الثانية الفيل وبعض العامة الذين تجمعوا حول الملك والآن عزيز الطالب استمع النص المرة الأولى لتتعرف الفكرة الرئيسة افتح كتابك الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة وأثناء استماعك النص باهتمام وتركيز متلافيا للعوامل المشتتة سجل أهم النقاط في المكان المخصص كان يا مكان في سالف العصر والأوان ملك من ملوك الزمان بسط سلطانه في كل مكان وكان للملك فيل كبير لم يسلم من أذاه صغير أو كبير هدم بأقدامه الثقيلة الأكواخ وخرب الزرع وأصبح خطرا على الصغار والكبار ولم يزل كذلك حتى ظهر رجل مغوار اسمه زكريا جمع الناس وأقنعهم بالذهاب إلى قصر الملك لعرض شكايتهم عليه ولكي تكون الشكاية مؤثرة وتصل أسماع الملك عليهم أن يعرضوها بصوت واحد قوي ومنتصم ولكي يتحقق لهم ذلك عليهم أن يتدربوا كما قلت لكم مرارة المهم هو النظام أن تكون كلمة واحدة وصوتا واحدة كلما اتحدت أصوات نزداد تأثيرها واشتد وقعها ننحني أمام الملك بكل احترام وأدب ثم أصرخ بملء ثمي الفيل يا ملك الزمان قبل أيام كاد أن يقتل محمد أبو حسان ولا يزال مطروحا في فراشه حتى الآن الفيل يا ملك الزمان خرب الأرزاق وحطم كل شيء في طريقه الفيل يا ملك الزمان جعل الرعية بلا أمان ماذا تريد الرعية من ملكها؟ أذن لكم بالكلام؟ مما جئتم تشتكون؟ الفيل يا ملك الزمان ما خبر الفيل؟ الفيل يا ملك الزمان الفيل يا ملك الزمان وما له الفيل؟ كاد يقتل؟ ماذا أسمع؟ الفيل يا ملك الزمان كاد صبري أن ينفذ ما خبر الفيل؟ الفيل يا ملك الزمان توقف عن هذا النواح إما أن تتكلم أو آمر بجلدك نحن نحب الفيل يا ملك الزمان مثلكم نحبه ونرعاه تعودناه حتى أصبحنا لا نتصور الحياة دونه ولكن لاحظنا أن الفيل دائما وحيد ولا ينال حظه من السرور الوحدة موحشة يا ملك الزمان لذلك فكرنا أن نأتي نحن الرعية فنطالب بتزويج الفيل كي تخف وحدته وينجب لنا عشرات الأفيال مئات الأفيال آلاف الأفيال هذا ما جئتم تطلبونه أتسمعون؟ مطلب في غاية الطرافة كنت أقول دائما إني محظوظ برعيتي طبعا سننفذ للشعب مطلبة ونأمر بمكافأة هذا الرجل الجهيء وتعيينه مرافقا دائما للفيل أدام الله فضل الملك علينا أدام الله فضل الملك علينا مطلبكم أجيب تستطيعون الانصراف والآن عزيز الطالب بعد أن استمعت النص ما أهم النقاط التي قمت بتسجيلها؟ أحسنت يا جاسم وجود الفيل في القرية وإضراره بأهلها أحسنت يا علي دور زكريا في إقناع الناس بتقديم شكوى للملك أحسنت أحسنت وضع خطة لعرض الشكوى بوركت خوف الناس من الملك وعدم عرض شكواهم عليه جزاك الله خيرا تصرف زكريا وتكريم الملك له والآن أعزائي الطلاب ما الفكرة العامة التي دار حولها النص؟ أحسنت فكرة النص تدور حول تصوير حال الشعوب التي تلاقي الظلم من حكامها ولا تجرؤ أن ترفع صوتها بالشكوى استمع النص المرة الثانية وأجب عن الأسئلة افتح كتابك الصفحة السادسة والعشرين بعد المئة والصفحة السابعة والعشرين بعد المئة وقرأ الأسئلة لتتأكد من فهم المطلوب فيها عزيز الطالب بعد استماعك النص قم بإيقاف المقطع لتجيب عن الأسئلة والآن لنتأكد من الإجابات افتح الصفحة السادسة والعشرين بعد المئة السؤال الأول لما قرر الناس تقديم شكوى إلى الملك؟ أحسنت يا إبراهيم لأن فيل الملك هدم الأكواخ وخرب الزرع وأصبح خطرا على الجميع السؤال الثاني ما الذي كان يتوجب على الناس القيام به لتكون شكواهم مؤثرة؟ بالتأكيد يا عزيز الطالب ستكون إجابتك هي عرض الشكوى بصوت واحد قوي ومنتظم السؤال الثالث ماذا فعل زكريا ومن معه قبل الذهاب إلى الملك؟ أحسنت تدربوا على مخاطبة الملك بصوت واحد وبانتظام السؤال الرابع صف هيئة الناس وهم بين يدي الملك؟ بوركت كانوا خائفين مترددين محبطين السؤال الخامس هل قدم الناس شكواهم للملك؟ ولماذا؟ أحسنت لم يقدموا شكواهم للملك بسبب خوفهم من عقاب الملك وجبنهم؟ السؤال السادس ما التفسير الأنسب لسلوك زكريا وتصرفه في نهاية المسرحية؟ معللا إجابتك بالتأكيد بالتأكيد الاختيار الأنسب هو اليأس من الناس الذين خذلوه والتعليل لأن الملك هدده بالجلد إن لم يتكلم كما أن الناس تخلوا عنه ولم يساندوه السؤال السابع السؤال السابع وصف الكاتب والنقد والآن والآن انتقل عزيز الطالب إلى الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة السؤال الثامن هل كانت نهاية المسرحية متوقعة؟ علل إجابتك أحسنت لم تكن متوقعة حيث تراجع الناس عن مطلبهم ورضوا بالظلم بعد أن تدربوا وقرروا الشكوى من أذى الفيل لكن عزيز الطالب إن أجبت بنعم كانت متوقعة وكان تعليلك منطقيا تعتبر إجابتك صحيحة كأن تقول في التعليل لأنهم لم يوحدوا كلمتهم واختلفوا منذ البداية السؤال التاسع من الوسائل التي وظفها المتحدث في النفس الذي استمعت إليه التكرار حدد الموضع الذي وظفه فيه مبينة الدور الذي وظفه المتحدث من أجله موضع التكرار أحسنت الفيل يا ملك الزمان الفيل يا ملك الزمان ودوره بيان مدى معاناتهم وصخطهم على أذى الفيل لهم وهكذا نصل أعزاء الطلاب إلى نهاية درس الاستماء حيث حددنا فيه الموضوعات المطروحة في النص المسموع وكذا حددنا بعض الأساليب والوسائل التي يتبعها المتحدث للتأثير في المتلقي ثم قيمنا أداء المتحدث من حيث الأسلوب واللغة وإلى لقاء آخر في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة